إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه ونبيه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة فاللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجار الله وإياكم من النار معشر المسلمين والمسلمات أوصيكم ونفسيا بتقوى الله عز وجل فهو القائل في محكم التنزيل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتيه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم اجعلنا من الفائزين واجعلنا بفضلك من ورثة النعيم ثم أما بعد معشر المسلمين والمسلمات لقد خلقنا الله تبارك وتعالى ولم يتركنا هملا حيث رزقنا وأرشدنا وهدانا وجعلنا مسلمين وله المنة علينا في ذلك وحتى لا نزيغ ولا نحيد عن صراط الله عز وجل المستقيم ولا نغفل عن ذكره فرض الله عز وجل علينا عبادات متنوعة جعلها الحبل الذي يربطنا به على الدوام حتى لا ندع للغفلة طريقا إلى قلوبنا وأفضل العبادات وخير الطاعات التي كتبها الله علينا الصلاة فهي آكد مفروض وأعظم معروض وأجل طاعة وأرجى بضاعة فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع يقول الرسول صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة رأس الأمر رأس الحياة رأس وجودنا أيها الإخوة الكرام هو الإسلام هو أن نكون مسلمين لله تبارك وتعالى وعمود الأمر عمود حياتنا هي الصلاة لقد جعلها الله تبارك وتعالى الركن الثانية من أركان الإسلام أي أن صرح الإسلام لا يقوم ولا يستقيم دون هذه الدعامة فمن فرَّط فيها أو أساء أداءها أو أخلَّ بالمحافظة عليها فإن دينه لا يستقيم وإن أقرَّ بالشهادتين يروي بن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل أي العمل أفضل فقال الصلاة لوقتها قال قلت ثم أي يعني أي عمل آخر أفضل فقال برُّ الوالدين قال قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله فجعل الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها أفضل الأعمال في الإسلام فهي تزيد في أجرها وفي فضلها على الجهاد في سبيل الله وتزيد في أجرها وفضلها على بر الوالدين وقد كان أخوف ما يخافه الرسول صلى الله عليه وسلم على أمته تضييع الصلاة أو الاستهانة بأمرها ولذلك كان آخر وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم قبل انتقاله إلى الرفيق الأعلى الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم أي أوصيكم بالصلاة حافظوا على الصلاة 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 وما ملكت أيمانكم فكانت تلك آخر وصية أوصى بها الرسول صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح رواه أبو داود 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 والحديث صحيح رواه والحديث صحيح رواه أبو داود 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 إن دنيا دار فناء وإن عهدنا بالموت قارب مهما طال عمرنا فإن الموت يطرق بابنا وهو أقرب مما نتصور أقرب منا مما نتصور وإن فراقنا لأحبابنا وأموالنا أمر حتمي وإن وقوفنا بين يدي ربنا للحساب لا مفر لنا منه والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يقول أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله أول ما نحاسب عليه أمام الله هي صلاتنا كيف كانت صلاتك؟ هل أتممتها؟ هل أقمت أركانها؟ أم أنك كنت غافلا عنها متكاسلا في أدائها؟ أول ما نحاسب عنه الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله يعني الأعمال الأخرى تكون صالحة لأنها كلها تبع للصلاة من صلحت صلاته صلحت سائر أعماله ومن فسدت صلاته ومن فسدت فصلاته فسدت سائر أعماله فيحتاج الواحد منا معشر المسلمين والمسلمات من حين لآخر أن يسائل نفسه في موضوع الصلاة فيقول هل أقمت الصلاة حق الإقامة؟ هل حافظت على أوقاتها؟ هل أحسنت فيها القيامة والركوع والسجود؟ هل اجتهدت في أدائها مع الجماعة وفي المساجد التي أذن الله عز وجل أن ترفع ويذكر فيها اسمه؟ هل كان لي نصيب من الخشوع فيها؟ هل جعلت قرة عيني في الصلاة؟ كما كان حال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلكم معشر المسلمين والمسلمات أسئلة من غفل عن طرحها مجرد أنك تغفل عن طرح هذا السؤال هذه الأسئلة عن نفسك من غفل عن طرحها فقد غفل عن حسابه يوم لقاء ربه الإنسان أيها الإخوة الكرام لما تطرحش على نفسه هذه الأسئلة حول صلاته تنسى مع أمره ما طرحت السؤال عن نفسه هذا غافل وفي سبات عميق لأنه غافل عن حساب ربه الإنسان الذي يفكر في الحساب والذي يفكر في وقوفه بين يدي الله أول ما يجب أن يفكر فيه وأن يسائل نفسه عنه هي صلاته كل ما يتعلق بالصلاة أدأتها الركع السجود القيام الجلوس التحيات هل يؤديها في المساجد هل يؤديها في وقتها هل يؤديها مع الجماعة هل يتكاسلوا فيها هل يخشعوا فيها كل هذه الأسئلة يجب أن نطرحها على أنفسنا من حين لآخر وأن نجد أجوبة لها الناظر المتفحص لحال المسلمين اليوم يجد أنهم بعيدون كل البعد عن حال أسلافهم في القرون الأولى ولن يصلح حالنا إلا بما صلح عليه حال أسلافنا والصلاة أيها الإخوة الكرام هي المعيار الذي يمكن أن نقيس به الحالة الإيمانية للشعوب المسلمة ألقي نظرة على مساجد المسلمين عند دخول أوقات الصلاة تتعرف على حال إيمانهم إلا بغيت تعرف الإيمان ديالشي شعب ولا الإيمان ديالشي جامعة ألقي نظرة على مساجدهم عند دخول وقت الصلاة عند دخول وقت صلاة الفجر وصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء وآن ذاك تجيب نفسك فإن وجدت المساجد مكتظة بالمصلين وبرواد المساجد وعمارها فاعلم أن إيمان الناس في خير وإذا وجدت المساجد فارغة من المؤمنين صفوفها غير كثيرة فاعلم أن المسلمين في سبات عميق وفي بعد عن الله تبارك وتعالى أليس الله عز وجل هو الذي يقول في محكم تنزيله إنما يعمر مساجد الله النسلة يعمر بيوت الله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين هؤلاء هم الذين يعمرون مساجد الله إذن إذا كانت المساجد فارغة من هؤلاء فأين هم المؤمنون إذا كانت المساجد فارغة فأين هم المؤمنون أين تجد المؤمنين إن لم تجدهم في بيوت الله تبارك وتعالى هل المؤمنون هم الذين يغطون في نوم عميق والمؤذن يؤذن الصلاة خير من النوم هل المؤمنون هم الذين مشغولون في أعمال لم تفرض عليهم والمؤذن يؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح والله يا إخوة هؤلاء أبعد ما يكونون عن الإيمان الحق الذي أراده الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة أليس الله تبارك وتعالى هو الذي يقول في محكم التنزيل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو يعني في الصباح بالغدو والآصال بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار أليس ربنا هو الذي قال هذا الكلام إذن أين هم هؤلاء الرجال الذين يعمرون بيوت الله بالذكر في الغدو والآصال ليس فقط في صلوات الجمعة وفي صلوات التراويح يعمرون بيوت الله بالذكر بالغدو والآصال صحيح أننا معشر المسلمين والمسلمات في عصر وفي أرض يصعب على العبد فيها أن يدعى عمله ومورد كسبه حتى يهرع إلى المسجد للصلاة فتجده يسدد ويقارب حتى يصلي صلاته على وقتها وإن كان منفردا ولكن ولكن أين يكون هذا المسلم عند دخول وقت صلاة العشاء أو أين يكون هذا المسلم عند دخول صلاة الصبح فمعظم الناس لا يشتغلون في هذين الوقتين وأين هم المتقاعدون الذين أفنوا أعمارهم في العمل والشغل من أجل كسب رزقهم وهم الآن في فراغ من هذا العمل الإجباري نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ وما أكثر عدد المسلمين الذين ينعمون بالفراغ ما أكثر عدد المسلمين الذين ينعمون بالفراغ ليس له عمل إما شمير وإما متقاعد هذه نعمة ولكن كثير من الناس مغبون فيها نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الفراغ يجب أن تملأه بما ينفعك في دنياك وأخراك وهل أحسن من الصلاة مما يمكن أن تعمر به وفراغك أيها المسلم هل أحسن من صلاة الجماعة مما يمكن أن تعمر به فراغك أيها الفارغ من الأشغال أين هم المتقاعدون وأين هم المنعدم العمل وأين هم المرضى يجب أن يعمروا مساجد الله تبارك وتعالى اسمعوا أيها الإخوة الكرام هذا الحديث المتفق عليه الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس صلاة رسول صلى الله عليه وسلم فقال أشاهد فلان إني وش فلان كين معاكم في الصلاة صلاة ودار عند المسلمين قال لهم أشاهد فلان إني فلان كين قالوا لا ما كينش ثم قال أشاهد فلان ذكر اسم رجول آخر وش كين فلان معانا في الصلاة فقالوا له وهو يعلم أنهم غير موجودين ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة الفجر والعشاء ما كي نشي صلاة لتقل على المنافقين قد الفجر والعشاء معنا أن هذه الناس كانوا غيبين لأنهم من المنافقين وقصدهم الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أشاهد فلان أشاهد فلان لا ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة الفجر والعشاء ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم ولو يعلمون ما فيهما لأتوها حبوا ولو يعلمون ما فيهما فهذا الصلاتين لأتوها حبوا مش يجي بالطنوبيل اللي غير يخسر فيها عشرات السنتيم ديال ليسانس ولا يجي على رجليهم ولا يجي في الموتور لا يأتيها حبوا على ركبتيه وعلى يديه لو علم الخير الذي أكنه الله عز وجل في هاتين الصلاتين إذن لما نجد مساجد المسلمين فارغة من المسلمين أثناء هاتين الصلاتين ومعظمهم في بيته ومعظمهم لا يشتغل ومعظمهم لا يعمل في هاتين الوقتين لما لا نحضر أيها الإخوة الكرام للصلاة لما نتقاعس عنها لما نتكاسل عنها أنحن منافقون حاشاكم حاشانا أن نكون منافقين ولكننا نشبه المنافقين في هذا العمل والعياذ بالله نشبههم في هذا العمل والعياذ بالله والعبد الذي يجب أن يكون أبعد أو يتمنى أن يكون أبعد ما يكون من النفاق يجب أن يكون من أوائل من يقف في صفوف المسلمين في هاتين الصلاتين وأن يأتيهما بكل وسيلة أتيحت له وما أكثر وما أسهل الوسائل التي تبلغنا بيوت الله عز وجل في أقل الأوقات في أقصر الأوقات ولكنه التقاعس أيها الإخوة ولكنه الشيطان الذي يلعب بنا أيها الإخوة الكرام ولكنه التكاسل الذي سرى في أنفسنا فكيف نريد أيها الإخوة الكرام أن يسهل حسابنا عند الله عز وجل كيف يمكن أن نتمنى أن يكون حسابنا يسيرا أمام الله عز وجل ونحن نغط في النوم والناس يصلون أو نحن نرتاح بين أولادنا ونسائنا والرجال يصلون في بيوت الله تبارك وتعالى هل أذن الله عز وجل في رفع بيوته حتى تكون فارغة من العباد أو تكون فارغة من الساجدين ومن القائمين ومن الركع السجود لا لم تقم المساجد ولم ترفع لهذا أيها الإخوة الأفاضل ما عسى رسولنا صلى الله عليه وسلم كان يقول لو حضر بين أظهرنا وصلى في مساجدنا كن كان الرسول صلى الله عليه وسلم وقف معنا وجاءت يصلي في المساجد انتعنا شنو غادي يقول أشاهد فلان وقد ينعتك أيها الأخ الكريم واشكين فلان أشاهد فلان لا يا رسول الله أشاهد فلان ثم يأتي في اليوم الثاني أشاهد فلان أشاهد فلان لا يا رسول الله حتى أن تضردك الجمعة ولا صلى التراوح أشاهد فلان يقول لا نعم يا رسول الله رهج ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم عساه أن يقول أن يقول إذا حضر معنا ما عساه يقول إذا سأل عن سبب غيابنا عن الصلاة بأي عذر نعتذر أمامه بأي عذر نعتذر أمامه بأي عذر نعتذر أمام رسولنا صلى الله عليه وسلم نعتذر بالتعب يقولوا نحن نتعبانين الصحابة كانوا يجاهدون في سبيل الله والله عز وجل فرض عليهم الصلاة وهم في ساحة الواغى في الحرب وفرض عليهم الصلاة الصلاة الخوف وهم في الجهاد إن أكبر ما يتعب فيه الإنسان بدنيا وروحيا ونفسيا ومع ذلك كانوا يحافظون على صلواتهم هل نعتذر بالنوم هل نعتذر بالعمل هل نعتذر بالسكن البعيد عن المساجد أتظنون بالله عليكم معشر المسلمين أن هذه الأعذار يقبلها الرسول صلى الله عليه وسلم هل يقبل الرسول صلى الله عليه وسلم أتظنون أيها الإخوة الكرام أن هذه الأعذار تنجينا غدا يوم القيامة حين نقف بين يدي الله تبارك وتعالى لماذا لم ترتدي المساجد لماذا لم تكن من عمار المساجد بما تعتذر أمام الله عز وجل كنت أشتغل كنت أعمال كنت أكدح كنت أنام كنت أرتاح كنت مريضا بما نعتذر أمام الله تبارك وتعالى فَلْيُسَائِلْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا نَفْسَهُ عَنْ صَلَاتِهِ أَيُوَ الْأَفَادِلِ شخصيات أمام الله تبارك وتعالى شخصيات أخير لاerer لا يتأ accord بالحديث اننا ما زهرب及 CV على زاءCOM 20 ع 선생 30 عesi 40 عام 50 عام لا أغزtat لا يهم ليست rather لنا د将كم لا يوجد لا يوجد لا ي masses demander garage لا يوجد لا يوجد عليك واجبي اس hn واجبي مث لن نسأل من نحن نسأل منها الآن هو الوعيه الوعيه برقى هو سيديه إذا لم يمشه ستاك كل ما يتراه سي inver ولكن في الوعيه سيديه كل ما يتراه سي بعد بسيديه السلام حول الحرب برقى المستق folds يلا ستذهبه سترى برقى وإسراء المستقبل كله من نجل هذا مطلق لك من وقال جنونا يحتاج إخلصنا د converلق عن نفسه ده ينبج نفسه ليس جنبه هذا يعني انه مما يمكن أنه متأكد حيث أين نظرع كله ليس مما تأكد ه يست envنظر يزرع ومن بعد يسعني Il est inconscient de la difficulté dans laquelle il sera Lorsqu'Allah Azzawajal va commencer à lui poser la première question sur sa prière Nous devons nous poser la question Est-ce que j'accomplis la prière comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a voulu Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait Est-ce que je parfais ma prière au niveau du qiyam, au niveau du recours, au niveau du sujoud Est-ce que je respecte les heures de la prière Est-ce que je fournis un effort assez soutenu Afin d'accomplir la prière dans le groupe Afin de prier dans les demeures qu'Allah Azzawajal a autorisé d'élever C'est bel et bien Allah Azzawajal qui dit dans le Coran Que c'est lui qui a donné l'autorisation d'élever des demeures Dans lesquelles des hommes invoquent Allah Azzawajal matin et après-midi C'est lui qui le dit dans le Coran Et il suffit maintenant de jeter un oeil dans les mosquées des musulmans Pour jauger le degré de leur foi Allez dans les mosquées au moment de l'entrée des heures de prière Et vous êtes capable de jauger la foi des musulmans Si vous voyez que la mosquée est remplie Que les gens courent pour arriver à la première rangée Tellement il y a de musulmans, tellement il y a de rangées Et qu'ils courent pour être parmi les premiers Sachez dans ce cas que la foi est bien installée Dans ce peuple-là ou dans ce groupe-là Mais lorsque vous voyez les mosquées vides Et qu'on n'arrive même pas à remplir la première rangée Qu'on n'arrive même pas à remplir la première rangée C'est qu'il y a un problème Il y a un problème dans la foi Il y a un problème dans la certitude en Dieu Il y a un problème dans la certitude En le jour de la rédition Il y a un problème d'inconscience Devant l'importance de la prière Et devant le mérite qu'Allah a mis dans cette prière Comme un moyen qui pourrait nous purifier de nos péchés Et nous sauver le jour du jugement Lorsqu'on en aura besoin N'est-ce pas ? Allah azzawajal qui dit dans le Coran Ne peuplerons les mosquées d'Allah Que ceux Que ceux Exclusivité Et que ceux Qui croient en Allah Et au jour dernier Accomplissent la salat Acquittent la zakat Ils ne craignent qu'Allah Il se peut que cela soit du nombre des biens guidés Il se peut que cela Soit du nombre des biens guidés Et ceux qui ne font pas partie de cela Vous croyez qu'ils seront des nombres des biens guidés ? Déjà en accomplissant tout cela Allah azzawajal dit Il se peut que cela soit du nombre des biens guidés Et ceux qui sont à l'écart De ce groupe là Ceux qui ne ressemblent pas à ces hommes là Comment seront-ils ? N'est-ce pas Allah azzawajal qui dit dans des mosquées Qu'Allah a permis que l'on élève Et où son nom est invoqué Le glorifie en elle Ça veut dire le glorifie en ces mosquées là Matin et après-midi des hommes Que ni le négoce ni le troc ne distraient De l'invocation d'Allah De l'accomplissement de la salat Et de l'accomplissement de l'acquittement de la zakat C'est vrai que nous vivons dans une époque Et dans un lieu Où pour parvenir à nos moyens de subsistance Un des moyens financiers de notre subsistance On est parfois obligé De travailler un travail Duquel on ne peut pas se détacher Pour accomplir la prière dans les mosquées On peut le comprendre On est face à une contrainte On peut le dire Ça peut se comprendre Ça peut être une excuse devant Allah azzawajal Mais malgré cela On s'efforce d'accomplir la prière A l'heure avec les moyens du bord Mais il est dans la journée des prières Où les musulmans sont chez eux Où les musulmans ne travaillent pas Notamment la prière du Fajr Notamment la prière du Isha Et malgré cela Les mosquées ne s'emplissent pas Par les musulmans Qui pourtant sont chez eux Et ont le temps pour les accomplir Dans un hadith rapporté par Bukhari et Muslim Il est dit que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Un jour a accompli la prière Et dès qu'il a terminé la prière Il s'est tourné vers ceux qui priaient derrière lui Et il leur a dit Est-ce qu'un tel est parmi nous ? Est-ce qu'un tel est parmi nous ? Ils lui ont dit non Ensuite il a dit Est-ce qu'un tel est parmi nous ? Il a cité le nom d'une autre personne Est-ce qu'un tel est parmi nous ? Ils lui ont répondu non Il a dit Il n'y a pas une prière Il n'y a pas une prière Aussi lourde Pour les hypocrites Que la prière du Fajr et du Isha Il n'y a pas une prière Aussi lourde pour les hypocrites Que la prière du Fajr Et la prière du Isha Et ensuite le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A dit S'ils savaient ce qui s'y trouve S'ils savaient ce qui se trouve Dans ces prières-là Ils y seraient venus en rampant Ils y seraient venus en rampant Et ce hadith nous concerne Chers frères Il ne concerne pas que les hypocrites Du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il nous concerne parce qu'on doit avoir peur On doit avoir peur Et se dire Il se peut que j'en fasse partie Si le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Dit que ceux des prières sont lourdes Sont lourdes pour les hypocrites Et là le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Signifiait ceux qui n'arrivent pas A venir à la mosquée Ou qui refusent de venir à la mosquée Pour accomplir ces deux prières Et nous devons nous poser la question Combien avons-nous de rendez-vous Avec les mosquées de Dieu par jour Combien je parle par jour Je ne parle pas par semaine ou par année Je ne parle pas de la prière de Jumu'a Je ne parle pas de la prière de Taraoui Une fois par an On parle des prières quotidiennes Un musulman qui n'a pas un rendez-vous Avec les demeures de Dieu Ne serait-ce que deux fois Que deux fois par jour C'est un musulman qui doit se poser Des vraies questions sur sa foi Des vraies questions sur sa relation avec Dieu Des vraies questions sur ses convictions Relatives à sa religion عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات خمس صلوات كتبهن الله على العباد فمن جاء بهن من جاء بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن يعني ما ضيع منهن يعني ما ضيع منهن يعني ما ضيع منهن استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يضخله الجنة حاجة بسيطة خمس صلوات كتبهن الله على العباد فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بهن يعني ما كانت يستخف بهن إلا ضعت له ضعت له لأنه كان فعلا مشغول وكان له عذر قاهر لم يستخف بهن يعني أتى بهن يعني على الوجه الصحيح كان له عهد عند الله عز وجل أن يدخله الجنة ومن أوفى بعهده من الله لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن أي أن العبد أقام الصلاة حق القيام فلم يضيع منها شيئا لم ينقرها كنقر الديك وأتم أركانها وسننها ومستحباتها أي أنه عظم شأنها فجعلها ركنا من أركان حياته اليومية فلم يضيع وقتها ولم يغفل عنها واجتهد في أدائها جماعة وفي بيوت الله إذا تم العبد بصلاته على هذا النحو كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ويزيد الرسول صلى الله عليه وسلم لما تأكيد ذلك فيقول لن يلجى النار ما يدخلش النار لن يلجى النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها حديث رواه مسلم الإنسان الذي حافظ على صلاة ما قبل طلوع الشمس يعني صلاة الفجر وصلاة ما قبل غروبها أي صلاة العصر لم يلجي النار لم يلجي النار والحديث صحيح وكيف لا يكون الحفاظ على الصلوات الخمس سببا في دخول جنة وهي خير وسيلة لتطهير العبد من ذنوبه مباشرة بعد اقترافها ومصداق ذلك ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات هل يبقى من دارانه شيء وشفت له كان شي واحد ديس حتى نهر نهر قبل كل باب دياله يغتسل فيه خمس مرات في اليوم وش غير بقى فيه الوسخ قالوا لن يبقى من دارانه شيء لوحد يغسله مرات في النار لا بقى في الوسخ فما بالكم بمن يغسل خمس مرات في اليوم بماء طاهر قالوا لم ينن يبقى من درنه شيء فقال الرسول صلى الله عليه وسلم فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا هكذا يجب أن نرى الصلوات أيها الأخوة الكرام الصلوات لا أريد أن نرى كعب ثقل لا أريد أن نحمله لا الصلاة التي أعطى أن الله عز وجل نطهر بها الذنوب نغسل منها أنفسنا منها الأدران نتقرب بها إلى الله عز وجل ندخل في معراج إلى الله تبارك وتعالى حتى يتقبلنا مع منستفا من عباده شخصيات وصول عبادة بن سامد un compagnon du prophète صلى الله عليه وسلم dit j'ai entendu le prophète صلى الله عليه وسلم dire ses paroles ce sont 5 prières ce sont 5 prières qu'Allah a prescrites pour les serviteurs celui qui les accomplit sans en diminuer quoi que ce soit par manque de considération envers leur mérite a une promesse de la part d'Allah de le faire entrer au paradis c'est un beau hadith 5 prières qu'Allah عز وجل a prescrites pour ses serviteurs celui qui les accomplit et celui qui s'efforce de bien les accomplir sans en diminuer quoi que ce soit par manque de considération envers leur mérite ça veut dire qu'il connaît leur mérite et qu'il s'efforce de le respecter parce qu'il sait qu'ils ont énormément de mérite celui-là a une promesse auprès d'Allah عز وجل c'est quoi cette promesse Allah عز وجل lui dit tu entreras au paradis et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit sans en diminuer quoi que ce soit ça veut dire qu'il faut respecter la prière telle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a instaurée avec son qiyam avec son recours avec son sejeu ça veut dire qu'il ne faut pas la picoter comme le ferait un poussin ou un coq ça veut dire qu'il faut les accomplir là Allah عز وجل veut qu'on les accomplit à savoir dans les mosquées ça veut dire les accomplir en groupe ça veut dire qu'on a un esprit toujours attaché à la prière et voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que parmi les sept qui bénéficieront de l'ombre de Dieu le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne il y a celui dont le coeur est accroché à la mosquée ça c'est une symbolique pour dire qu'il est attaché à la prière dans la mosquée c'est pas dans la mosquée parce qu'il va venir se reposer à la mosquée ou dormir dans la mosquée non c'est parce que c'est là où on accomplit de la manière la plus parfaite la mosquée et le coeur son coeur est accroché avec la mosquée à la mosquée même si son corps est ailleurs même si son corps travaille même si son corps est ailleurs avec les problèmes avec les aléas de la vie son coeur est attaché à la mosquée il ponctue sa journée il ponctue sa journée avec cette prière qui le rapproche de son seigneur et le prophète continue d'affirmer ce qu'il a dit dans d'autres hadiths en disant n'entrera pas en enfer n'entrera pas en enfer celui qui prie avant le lever du soleil et avant sans coucher et en faisant référence aux deux prières importantes la prière du fajr et la prière de l'asr et comment la prière ne serait pas un moyen d'entrer dans le paradis alors que le prophète a dit à ses compagnons voyez-vous si l'un de vous a un fleuve qui coule juste devant chez lui et dans lequel il se lave cinq fois par jour pensez-vous qu'il aura encore de la saleté dans son corps les compagnons ont répondu par le négatif ils ont dit non il n'aura pas de saleté dans son corps quelqu'un qui se nettoie et qui se lave cinq fois par jour c'est impossible qu'il soit sale le prophète c'est ainsi l'exemple de la prière Allah azzawajal absout et efface tous les péchés que les serviteurs commettent et là il parle bien entendu il ne parle pas des grands péchés mais des petits péchés les péchés envers Allah azzawajal pas envers ses serviteurs donc imaginez ce moyen qu'Allah a mis à notre disposition et regardez comment la majorité d'entre nous se comporte devant ce moyen c'est une bénédiction qu'Allah a mis entre nos mains et beaucoup d'entre nous ne lui donnent pas l'importance qu'elle mérite beaucoup de nous ne se rendent pas compte du mérite de cette dotation et de ce bienfait qu'Allah a donné à cette grande communauté n'est-ce pas الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه معشر المسلمين والمسلمات إن الله تعالى قد من علينا بالصلاة فجعلها عماد ديننا وأمرنا بإقامتها والمحافظة عليها ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما سمعنا ما فتأ يحث المسلمين على حسن أدائها والتشبت بآدابها فأطيعوا ربكم واتبعوا سنة رسولكم وسيروا على خطى أسلافكم في حسن تأديتها فهي معراجنا إلى الله وهي وسيلة مناجاتنا له وهي الحبل الذي يربطنا به وهي الوسيلة التي تجعلنا أقرب ما نكون منه خاصة عند السجود وهي خير ما يحقق لنا الأمل في مرافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة الذي كان منا يطمع أن يرافق الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة له ذلك إلا كان واحد فينا بصدق يريد أن يرافق الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة فله ذلك اسمعوا إلى هذا الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن ربيعة بن كعب الأسلامي رضي الله عنه قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خادما للرسول صلى الله عليه وسلم ويبيت في بيته كنت أبيت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه والوضوء هو الماء والوضوء هي عملية استعمال ذلك الماء فكنت آتيه بوضوئه وحاجته فقال لي سل انظروا إلى خلق الرسول صلى الله عليه وسلم مدام هذا الشاب هذا الفتى كان في خدمة الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يشكر له صنيعة فقال له سل سول طلب شي حاجة طلب ما بغيت بغيت المال ماذا تريد سل فقال فقلت أسألك مرافقتك في الجنة أبغيت لا فلوس ولا دنيا ولا شيء أسألك مرافقتك في الجنة فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك بغيت شي حاجة أخرى أو غير ذلك قلت هو ذاك كان يشامو من اللي غير الطمع في شي حاجة أكثر من أنه يكون رفيق الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة هذا نح vin اللي غير طلب حاجة أخرى قال أو غير ذاك فقال هو ذاك قال فأعني على نفسك بكثرة السجود الرسول صلى الله عليه وسلم مرفع شده وقال يا رب أسألك أن يرافقني هذا العبد في الجنة لا قال له عندك الوسيلة إلا بغي تترافقني عندك الوسيلة بيني الدك فأعني على نفسك لأن النفس تأمرك تأمر بالفحشاء النفس تأمر بالتكاسل النفس تأمر بالتقاعس فأعني على نفسك بكثرة السجود وكثرة السجود الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعني بها الصلاوات الخمس فحسب وإنما يعني بها كذلك النوافل ومن ضيع الفرائض كان للنوافل أضيع ومن حقق الفرائض وأدى حق أدائها كان للنوافل أحفظ فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له أعني على نفسك بكثرة السجود إذا كترتم السجود ستكون مرافقي في الجنة بإذن الله عز وجل هذا هو الجواب لكل إنسان يسأل الله تبارك وتعالى أن يرافق رسولنا في الجنة لدينا الواسيلة أيوال إخوة الكرة لدينا الواسيلة ولكن علينا أن لا نضيعها وعلينا أن نأتي بها وأن نحافظ عليها شكرا لدينا الواسيلة أيوال إخوة الكرة في الجنة بإذن الله عز وجل Il y a un moyen pour cela Dans un hadith rapporté par muslim رحمه الله رابيع بن كعب الاسلامي était un jeune homme qui était au service du prophète صلى الله عليه وسلم c'était un des valets du prophète صلى الله عليه وسلم رابيع بن كعب الاسلامي dit كاب قال l'éthique du prophète puisque tu es à mon service je veux être reconnaissant vis-à-vis de toi je veux remercier ce que tu fais pour moi demande ce que tu veux il lui a dit je lui ai dit je demande à être ton compagnon dans le paradis tout ce que je veux je demande à être ton compagnon dans le paradis et le prophète m'a dit demandes-tu autre chose veux-tu autre chose je lui ai dit non c'est tout ce que je demande et bien entendu c'est ce qu'il y a de meilleur je demande à être le compagnon du prophète le prophète aurait pu lever les mains et dire seigneur fais de sorte que ma compagne est dans le paradis non, il lui a dit aide-moi pour ton salut par la multiplication des prosternations aide-moi pour ton salut par la multiplication des prosternations tu as un moyen entre tes mains qui te permet d'être en ma compagnie le jour du jugement c'est de multiplier les prosternations et le prophète en disant cela il ne fait pas référence seulement aux cinq prières il ne fait pas parce que ça c'est le minimum nécessaire ça veut dire il fait référence aux prières surérogatoires et bien entendu celui qui ne préserve pas les prières obligatoires ne s'intéressera pas aux prières surérogatoires et celui qui s'intéresse aux prières surérogatoires c'est que forcément il accomplit bien comme il le faut les prières obligatoires donc vous savez ce que vous devez faire si vous voulez être parmi les compagnons du prophète non pas seulement dans l'espoir dans la formulation verbale mais dans la réalité des choses il faut traduire cette parole et ce conseil du prophète dans notre vie en commençant par préserver notre prière et les accomplir bien comme il le faut dans les mosquées qu'Allah a élevées en espérant qu'Allah nous comble de sa miséricorde معشر المسلمين والمسلمات et les bénévoles et les bénévoles وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين